معلومات وتفاصيل جديدة تتكشف حول الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة فيينا وزير داخلي النمسوي أعلن أن منافذ الاعتداء والذي لقي مصرعه خلال الهجوم متعاطف مع تنظيم داعش صحيفة فلتر النمسوية الواسعة الانتشار كشفت أن منافذ الهجوم من أصل البنية وعمره عشرون عاما وولد ونشأ بفيينا كما أضافت أن منافذ الهجوم معروف للمخابرات المحلية باعتباره ضمن 90 نمسويا متطرفا أرادوا السفر لسوريا فيما أعلن قائد شرطة فيينا مقتل أربعة مدنيين ومنفذ الاعتداء في الهجوم الذي وقع قرب كنيس يهودي بوسط العاصمة النمسوية وكان مسلحون هجموا ستة مواقع في وسط فيينا في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي مما أصفر عن سقوط قتلى وجرحة بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقا بعد الهجوم الذي وصفه المستشار النمسوي بأنه هجوم إرهابي بغيضة هجوم فيينا أثر موجة من ردود الفعل القوية داخل أوروبا وخارجها بتأكيد على تضامن مع النمسا إثرى الهجوم